بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة لأرجوزة عن أصحاب بدر المجاهدين الأولين رضي الله عنهم ونفعنا بهم بالنظم العلامة الشيح حسين الغلامي المتوفست 126 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجع في رب ساتري الملتج لباب مولى غافري فهو الحسين بالغلام يعرف فليته يلقى الرضاء ويسعف من ربه الكريم ذي الإحسان ومالك الملك بلا أعوان أحمد ربي بأجل الحمد وأستعين بجل القصد مصليا على النبي المختار وآله وصحبه الأبرار صلى الله عليه وسلم ما صافحت ريح شمال زهرا وضوع القطر بنشر عطرا وبعد إني ذاكر أهل العلا وطالب من ربي المؤملاء هم أهل بدر من لهم لقد غفر مولاهم مولاهم وقدرهم قد اشتهر بذكرهم أسأل ربي الحسنى وكشف ما لمهجتي قد أضنى بذكرهم أسأل ربي الحسنى وكشف ما لمهجتي قد أضنى وكلما يهمني للآخرة من الذنوب الموبقات الزاخرة وكلما يهمني للآخرة من الذنوب الموبقات الزاخرة عساه أن يكشف عنا الكربة وأن نال من لدنه الأربة وها أنا بذلة أفصل أسماءهم فهم كرام كملوا مبتدئا منظومتي بإسم من كان الهدى به على مر الزمن فهو النبي الهاشمي المرسل محمد الهادي البشير الأكمل صلى عليه ربنا وسلم مفى حزار في الربا ونسما وجبرئيل ذلق والشديدة والمرة العظيمة السديدة وجبرئيل ذلق والشديدة والمرة العظيمة السديدة كذا كميكايل ذل الأسرار وبعد إسرافين ذو الأنوار بجمعهم في خمسة الآلاف ملائك الرب اللطيف الكافي جاءوا بأمر المالك المعين عونا لنصر أحمد الأمين أفصح من بالضاد لفظ النطق وخير من إلى السماوات رقا صلى الله عليه وسلم الباب الأول المهاجرون رضي الله عنهم أبو بكر صديق رضي الله عنه وسيد الصديق خير الخلفاء أعني أبا بكر صدوق المصطفى صلى الله رسول الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيد الفاروق مولانا عمر من عدله في الدين قد من قد بهر رضي الله عنه عثمان بن عفا رضي الله عنه كذاك عثمان شهيد الدار صهر النبي زبدة الأخيار صلى الله رسول الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحيد الكرار مولانا علي زوج البت لصاحب القدر العلي رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وطلحة الفياض رب الجود من أوجب الرضا من المعبود رضي الله عنه الزبير بن العوام رضي الله عنه ثم أبو القرم الزبير الباسل فهو الحواري ذو الفخار الكامل رضي الله عنه سعد بن عبيد وقاص رضي الله عنه وسيدي سعد جليل الحسبي رب الفخار والتقى والأدبي رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأبن عوف ذو الأياد الجمة والهمة القاسائم للنعمة رضي الله عنه سعيد بن زيد رضي الله عنه ثم سعيد من بسعده اعتلى فنال قربا بالتقى على الولى رضي الله عنه وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعامر أمين واذي الأمة طوبى له من صالح ذي همة وعامر أمين واذي الأمة طوبى له من صالح ذي همة رضي الله عنه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وحمزة المقدام آن الحرب عم النبي المصطفى ذو القرب صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كذا عبيدة رئيس القوم كذا كمسطح نجام لوم رضي الله عنهما ثم الطفيل والحصين وهما أخا عبيدة فبث فضلهما رضي الله عنهما مهشم بن عتبة أبو حذيفة الهمام السام وكلهم من زمرة الأعمام عليهم رضوان ربي أبدا ملاح بدر في السماء متقد سالم بن معقل وسالم المولى أبي حذيفة ذو الصحبات الصحيحة الشريفة رضي الله عنهم كذا كحب المصطفى زيد الرضا أنسة لا تك عنه معرضا رضي الله عنهما زيد الخطاب رضي الله عنه كذا كزيد لأبي الخطاب نجل سما فضلا على الأتراب رضي الله عنه ثم عمير لأبي وقاص نجل كذا المقداد ذو الإخلاص رضي الله عنهما والأرقم القرم وضي زاه ومصعب رب العلاء الباه رضي الله عنهما ثم أبو كبشة مولى المصطفى كذا أبو مرثد من قد شرف صلى الله عن أبي مصطفى رضي الله عنهما مرثد وابنه مرثد ذاك الأسعد بصحبة الرسول كل مسعد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كذا كعبد الله رب الفضل كذا عكاشة سما بالوصل كذا عكاشة سما بالوصل رضي الله عنهما أبو سنان وسنان نجله ومحرز رب الهدى وأهله أبو سنان وسنان نجله ومحرز رب الهدى وأهله رضي الله عنهم ربيعة ومالك واثقف ومدلج أخوهما المشرف رضي الله عنهم ثم أبو مخشي سويد الأمجد وحاطب كذا كسعد الأسعد رضي الله عنهم وعدبة خباب وعبد الله كذا كشماس رفيع الجاه رضي الله عنهم والحبر عبد الله ذاك الشهم كذا كمسعد الأبر القرم رضي الله عنهم وذو الشمالين جليل القدر كذا كخباب جسيم الفخر رضي الله عنهما عامر ابن فغير رضي الله عنه وعامر النجل فغيرة السري من حل في أفق الهدى كالقمر رضي الله عنه بلال رباح رضي الله عنه ثم مؤذن الرسول الهاشم بلال ذو العلاء والمكارم صلى الله رسول محمد رضي الله عن بلال سيدنا ثم صوايب وكذا معتب دانت له العلياء ثم الرتب رضي الله عنهما عمار ابن ياسر رضي الله عنهما وسيد لقد ملي إيمان إلى المشاش هكذا قد كان عمار ابن ياسر عمار ابن ياسر هو الذي سما فذاك للمعالي جهبذي رضي الله عنهما سويبط بن سعد سويبط هو ابن سعد الأبر من حاز مجدا وعلى معتبر رضي الله عنه ومهجع مولى أبي حفص عمر كذاك عمر ذو المقام المشتهر رضي الله عنهما كذاك عمر ثم عبد الله ابن سراقة رفيع الجاه رضي الله عنهما واقد هو ابن عبد الله ومعمر الأبر ذاك الباه رضي الله عنهما وكذاك خولي ثم مالك السري وعامر عقبة ذاك السمهاري رضي الله عنهم وخالد وعامر وعاقل ثم إياس إخوة أفاضل وخالد وعامر وعاقل ثم إياس إخوة أفاضل رضي الله عنهم عثمن ابن مضعون رضي الله عنه ومن مضى لرب محمود عثمان من قد بدل المجهود رضي الله عنه قدامة وابن أخيه السائب كذاك عبد الله شهم الناجب رضي الله عنهم كذا خنيس السهمي الأبر كذا أبو سبرة ذاك الحر رضي الله عنهما كذا عمير ثم عبد الله كذا سعد ثم عبد الله رضي الله عنهم ووهب ووهب وابن سعد وهب كذا كعمر عمه إذ ينسب وهب رضي الله عنهم واذكر سؤالا وكذا صفوانا كلاهما مستكمل عرفانا رضي الله عنهما ومثل عمر ذنها وحاطب نال عياض أرفع المراتب ومثل عمر ذنها وحاطب نال عياض أرفع المراتب رضي الله عنهما خريم سبرة يزيد الأسد وعقبة شجاع فيهم ناقتدي رضي الله عنهم صبيح مولا لأب العاص يذكورا موقفه في الدين ذاك المؤتمن رضي الله عنه ثم يزيد ذلك الهمام ثم أبوه الأخنس المقدام رضي الله عنهما كذا طليب وكذا كمعن كل له في المكرمات شأن رضي الله عنهم الباب الثاني الأنصار الفصل الأول الأوس سعد وعمر وكذا كحارث نجمات قن هما وذا كالثالث رضي الله عنهم والحارث الأتقى وسعد المكرمة كذا كرب الفخر أعني سلام رضي الله عنهما ورافع محمد بن مسلم والأمجد المقدام أعني سلام رضي الله عنهما كذا أبو الهيثم ثم الحارث سلامة عبيد ذاك الباحث كذا أبو الهيثم ثم الحارث سلامة عبيد ذاك الباحث رضي الله عنهما كذا كعبد الله ذاك الأمجد كذا عبيد بن أوس أسعد كذا عبيد بن أوس الأسعد رضي الله عنهما قتادة معتب ونصرهم كذا عبد الله فهو شهمهم رضي الله عنهم كذا مسعود جليل القدر ثم أبو عبس علي الفخر رضي الله عنهما وهانئ وعاصم معتب كذا كعمر وسهيل الأنجب رضي الله عنهم ومثلهم مبشر هنا مبشر ومثلهم مبشر عفاعة سعد عويم رافع ذو الطاعة رضي الله عنهم كذا عبيد ثعلب المقدام ثم أبو لبابة الضرغام رضي الله عنهم وحارث بن حاط بن ذو الأيد كذا أنيس صنوه في المجد رضي الله عنهم كذا كمعن وكذا كذ كذ الله ذاك الثابت كذاك معن وكذاك ثابت كذاك عبد الله ذاك الثابت رضي الله عنهم وعاصم كذاك زيد عاصم كذاك عبد الله ذاك الحازم وعاصم كذاك زيد عاصم كذاك عبد الله ذاك الحازم رضي الله عنهم كذا أبو الصياح ثم سالم فيه التقى والفضل والمكارم أبو الضياح أو الضياح وبالصات شذ كذا أبو الضياح ثم سالم فيه التقى والفضل والمكارم نغضي الله عنهما ثم أبو حبة خوات العلاء فكم لقلبي فيهما من الولاء وسيدي أبو عقيل الماجيد ومنذر رب الحجى المجاهد وسيدي أبو عقيل الماجد ومنذر رب الحجى المجاهد كذا عقيل أو عقيل يحرر رضي الله عنهما ونجل نعمان فذاك الحارث لفضل أشياخ سرات وارث ونجل نعمان فذاك الحارث لفضل أشياخ سرات وارث رضي الله عنهما كذاك سعد مالك والمنذر وحارث حجاحي رضي الله عنهما كذاك عبد الله والنعمان أبو مليل زانه العرفان رضي الله عنهما ربعي وخداش كذا ويحرر خداش ربعي وخداش له المغانم ثم خبيب كلهم أكارم ربعي وخداش له المغانم ثم خبيب كلهم أكارم رضي الله عنهما كذاك جبر حارث ومالك ثم تميم فهو سهم فاتك رضي الله عنهما كذاك عباد يزيد عامر عمارة هنا عمارة عمارة كذا زياد الفاخر كذاك عباد يزيد عامر عمارة كذا زياد الفاخر رضي الله عنهما كذاك حارث التقى والباسي أكرم به كصنوه إياسي رضي الله عنهما ألفص الثاني الخزرج خارجة كذاك سيف مشهر ومثله النعمان حين يذكر خارجة كذاك سيف مشهر ومثله النعمان حين يذكر رضي الله عنهما كذاك عبد الله ذو الفضيلة وسعدهم ذو الربة الجليلة كذاك عبد الله ذو الفضيلة وسعدهم ذو الربة الجليلة رضي الله عنهما كذاك خلاد جليل المكرمة ثم بشير فاتق في الملحمة رضي الله عنهما ثم سبيع مع سماك الأمجد عبادهم رب التقى والسؤدد ثم سبيع مع سماك الأمجد عبادهم رب التقى والسؤدد رضي الله عنهم كذاك عبد الله علي الشان كعب يزيد القاهر الأقران رضي الله عنهم ثم خبيب من سما في الفخر كذاك عبد الله علي القدر رضي الله عنهما ثم حريث وكذا سفيان كلاهما شهم له إحسان رضي الله عنهما ثم تميم بن يعار ثم تميم بن يعار الفاخر أو يعار يحرر كذاك عبد الله إذاك الباهر ثم تميم بن يعار الفاخر كذاك عبد الله إذاك الباهر رضي الله عنهما كذاك عبد الله من قد شرفا كذاك أوس القدره قد وصفا كذاك عبد الله من قد شرفا كذاك أوس القدره قد وصفا رضي الله عنهما كذاك عبد الله مع زيد الآبر وعقبة من فرله لقد بهر رضي الله عنهم رفاعة وعامل المقدام ومعبد فيا له همام رضي الله عنهم وزيدهم ونوفن عبادة وأوسهم فيا لهم من سادة رضي الله عنهم وسيد النعمان ثم مالك ودقة ربيع عمر الناسك رضي الله عنهم وسيد النعمان ثم مالك ودقة ربيع عمر الناسك رضي الله عنهم مجذر بحث على الهمة كذاك عبد الله سامي الحرمة مجذر بحث على الهمة كذاك عبد الله سامي الحرمة رضي الله عنهم ثم أبو دجانة المقدام ومنذر ابن عمر الهمام أبو أسيد هنا أسيد أبو أسيد مالك ذو الهمة ومالك رب النها والحكمة أبو أسيد مالك ذو الهمة ومالك رب النها والحكمة رضي الله عنهما وعبد ربه كذاك ضمره كذاك زياد بزبس ذو الرحمة رضي الله عنهم كذاك عبد الله قرم طاهر كذاك خراش كم له مفاخر كذاك عبد الله قرم طاهر كذاك خراش كم له مفاخر رضي الله عنهم معوذ خلاد ابن عملي وعقبة عمير علي القدر رضي الله عنهم والأكرمان ثابت وبشر كذاك عبد الله شهم حبر حبر رضي الله عنهم كذاك عمبة بن عبد الله كذاك جبار عظيم الجاه رضي الله عنهم كذاك عبد الله ثم خارجه ذو طلعة في النور أضحت واهجة رضي الله عنهم كذا يزيد ثم عبد الله كذاك ضحك عريض الجاه رضي الله عنهم ثم سواد وكذاك معبد رضي الله عنهم يزيد ثم عبد الله وكذا ضحك ثم سواد وكذاك معبد كذاك عبد الله ذاك الأسد رضي الله عنهم وجابر كذا كعبد الله خليدة هو الكريم الزاهي رضي الله عنهم كذا أبو المنذير والنعمان ثم سليم دأبو الإحسان رضي الله عنهم وقطبة عن ترة عبس الآبار ثعلبة سهيلهم أبو اليسر رضي الله عنهم سهيل عمر ومعاذ فخرهم قيس وذكوان كذا جبيرهم رضي الله عنهم سعد أبو عبادة وعقبة كذا أبو خالد خير مخبة رضي الله عنهم كذا كمسعد كذا عبادة وأسعد أكرم بهم من سادة رضي الله عنهم والفاكه المقدام سامي المفخر وعائد السامي بي المنظري رضي الله عنهم كذا كمسعد كذا رفاع فازو بخير وبكل طاعة رضي الله عنهم كذا عبيد ثم خلاد الأبر ثم زياد ومعاذ قدبر رضي الله عنهم كذا كفروة وثم خالد رحيلة أهل العولى الأماجد رضي الله عنهم كذا عطية كذا خليفة وراشد ذرة بالشريفة رضي الله عنهم ثم أبو أيوبا عني خالد وثابت كل مضى مجاهدا رضي الله عنه عمارة صراقة الحلاحل حارثة دانت له الفضائل رضي الله عنهم ثم سليم وسهيل وعدي كذا كمسعود الكريم الأرصيدي رضي الله عنهم خزيمة معوذ ورافع رفاعة عوف معاذ البارع رضي الله عنهم نعمان عامر عبد الله عصيمة وديعة ذو الجاه رضي الله عنهم وثابت المقدام ثم ثعلبه ثم أبين قارئ ما أنجبه فربنا أعطى لهم إزمارا أهل الهدى قد روت الآثار رضي الله عنهم وابن معاذ أنس المقدام كذك أو سند أبو الإنعام رضي الله عنهم ثم أبو شيخ الكريم الأسعاد ثم أبو طلحة ذاك الأمجد رضي الله عنهم أبو سليط وسليط عمر وحريثة ينمى إليه الفخر رضي الله عنهم وثابت ومحرز وعمر وعبة سواد نجم زاهر رضي الله عنهم كذا أبو زيد فقيس اسمه ثم أبو الأعور جل حزمه كذا أبو زيد فقيس اسمه ثم أبو الأعور جل حزمه رضي الله عنهما كذا كقيس ثم عبد الله كذا عصيمة الحليف الباهي رضي الله عنهم كذا عمير أي أبا داود صواقة رب التقا والجود رضي الله عنهما كذا كقيس فهو كالنعمان ثم سليم جابر القرمان رضي الله عنهم كذا سليم وحرام الفاخر كذا كضحاك الشجاع الكاسر رضي الله عنهم كذا كعب للهما ملفاخر ثم بجير ذو العلاء الزاهر كذا كعب للهما ملفاخر ثم بجير ذو العلاء الزاهر رضي الله عنهم كذا كعدبان مليل عصمة ثم هلال كلهم ذوهم رضي الله عنهم كذا كعبد الله إذا كان ناسك وعبدة رب الباء الفاتك رضي الله عنهم وسهلهم من دأبوا الملاحم ومثله يوم النزال عاصم وسهلهم من دأبوا الملاحم ومثله يوم النزال عاصم رضي الله عنهم كذاك سهل وكذا عمر الأغر أبو حبيب في التقا قد اشتهر رضي الله عنهم وحارث الدرام ثم عامر كذاك سعد بن سهيل الباهر وحارث الدرام ثم عامر كذاك سعد بن سهيل الباهر رضي الله عنهما كذاك سهل وكذاك سعد ثم أبو صنمة فهو الفرد رضي الله عنهم ثم أبو مسعود بالسعد اعتلى هو مالك يرجو من الله الولى كذا كنعمان كذا كعاصم قد ثبتت لديهم المعالم وحارث ثم هبين ثابت أجرهم يوم المعادي ثابت كذا زياد ومعاذ فخرهم سنان عبد الله ثم عمرهم وابن الحمام والهم مزيد كلاهما له العلاء والمجد رضي الله عنهما ثم الحباب وكذا مسعود طبال من في سعيه محمود رضي الله عنهما ثم تميم ويزيد الفرقد كذا طفيل ذو العلاء الأوحاد رضي الله عنه كذا طفيل وكذا كمعقل ولبدة وفع ذاك الأفضل رضي الله عنه أبو قتادة كذا كرافع عباد غنام الزكي البارع أبو قتادة كذا كرافع عباد غنام الزكي البارع رضي الله عنهما ثم أبو قيس أبو خلادي صيفي عبيد زينة العبادي رضي الله عنهما وابن المزين الذي لقد على زيد جليل قدره على الولا رضي الله عنه ثم بسعد قد أتى الختام وباسمه قد كمل المرام فيا إلعي بالنبي الهاشم خير الورى وسيد الأكارم صلى الله عليه وسلم من رحمة للمؤمنين أرسلا وغيهب الإشراك بالسيف جلا ومن على بهديه الإسلام وانحطمت بنوري الأصنام وانحطمت بنوري الأصنام أن تمنح الرضا لنا في العقبى ولا تدع هملا لنا وكربى وتحسن الأحوال باللطف الخفي فأنت في إجابتي بر حفي تحرسني من كل خطب فادح وكل باغ مظهر القبائح تحرسني من كل خطب فادح وكل باغ مظهر القبائح وتكفني عن ذلة السؤال باللطف منك في جميع الحال كذاك أولادي وأهلي أجمع فأنت ذو لطف سميع للدعاء وثم أحبابي وكل مؤمني يرجوك يا رب العطى والمنني تصوننا بالكرم السبحان جميعنا من ألم النيران يوم المعادي ثم هول المحشر ثم هول المحشر وكل هول ثابت بالأثر تدخلنا الفردوس من غير عنا وبالرضا يا ربنا تشملنا فاقبل دعائي يا جليل الفضل ضاقت علي يا إلهي سبلي فاقبل دعائي يا جليل الفضل ضاقت علي يا إلهي سبلي لا تجعلني سيدي مطرودا عن باب جود لم يزل مورودا فها أنا أتيت باب المرحمة فخصني بالفضل يا ذا العظمة وما الصلاة والسلام أبدا على نبي قد أتانا بالهدى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام والحمد لله على التمام اللهم صلي وسلم وبرك على المحمد بعدد خلقك وإضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك إلهي نجني من كل ضيق فأنت إلهنا مولى الجميع وهب لي في المزينة مستقرا ورزقا ثم دفنا في البقيع وغفر لي والوالدي ولمشايخي والمسلمين آمين وارضى عن أهل بدر وأهل أحوذين والصحابة أجمعين يا رب العمين وصلى الله عليه محمد شكرا